أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بالكفاءات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبدورها البارز في الدفاع عن البحرين والتصدي لمن يحاول تشويها صورتها وسجلها الحقوقي المشرف جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية اليوم لسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل عضوي مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضاء مجلس الإدارة حيث رفعوا إلى سموه التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2014 وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد ترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها في مملكة البحرين متنين سموه على الجهود التي قامت بها المؤسسة في إعداد هذا التقرير الذي وثقوا واقع حقوق الإنسان في المملكة وما يشهده من تطورات ومنجزات وأكد سموه أن مملكة البحرين تفخر بأن لديها سجل متميز على صعيد حقوق الإنسان يسند على نصوص دستورية وقانونية عصرية متطورة تعكس ما يتمتع به مجتمع البحرين من سمات التعايش والتأخي والتعددية في إطار شامل قوامه العادات والتقاليد وقيم الدين الإسلامي الحنيف وشدد سموه على أن كافة برامج الحكومة في مجال التنمية وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها وأن تلبية مطالب المواطنين والحفاظ على كرمتهم وحقهم في حياة آمنة وكريمة يشكل ركيزة همة في مختلف جهود التنمية التي تشهدها البحرين في كافة المجالات من جنبه عرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوسراء من اهتمام بدعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم برسالتها في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واكدا أن دعمه للمؤسسة يمنحها حافزا للمضي قدما في أداء دورها على نحو يسهم في صيانة حقوق الإنسان شكرا شكرا